فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا تسقط أشيات من الجبل ثم يدركها صاحبها فيذكيها مع أنه لو تركها لماتت هل تكون حلالا بهذه التذكية؟ إذا أدركها وفيها حياة مستقرة فالصحيح أن تحلها الذكات أما إذا أدركها وفيها حياة غير مستقرة حياة موت لا تهل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة